مرحبا فيكم حبايبي برج الحوث فخلينا نشوف طاقتك أول شي بهاي الفترة كيف عاملين شوف في موضوع رح يكتمل في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل رح تاخد خلينا نقول آخر خطواتها أو آخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية فأنا عم بشوفها يعني كارتي كتير إيجابي أنت عم تركز على هذا الموضوع عم بتحاول تنهي الموضوع هذا على خير من ناحية أنه ترتبط خلص بالشخص اللي أنت حطه في بالك أو أنه يعني فالموضوع عاطفي بجذارة خلينا نشوف إزان شو مخبيننا هذا الشهر للحوث الحوث بتوقع يعني بلشت بتنفس من بعد آآ فترة قاتمة كانت شايفي كل إشي عندك هاي الفترة يا حوث شايفي عندك نجاح عملي نجاح عاطفي من بعد صراعات صراع نفسي كنت عايش صراع نفسي اللي هو طول الوقت عم بتفكر بتفكر بنفس الأمور بنفس الشخص بنفس الموضوع لحد يتما سبب لك هذا الموضوع مثل أوه يعني هدك يعني بطلت تستوعب بدك خلص نتيجة بكل الأحوال بدك تسرع الأمور بدك تغير شخصيتك بدك تغير المحيط طبعك كان في عندك مثل نفور ناحية شخص أو ناحية كل المحيط اللي حواليك عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الأدوات لحتى انك تكون ناجح عم تنجح بأكتر من إطار بأكتر من شغلة في أمور أو مهام انت حتى لو بالعمل في مهام رح تسند إليك في شغلات رح يسندها المدير إما المباشر أو غير المباشر لإلك ورح تحقق فيها نجاح هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هم هدولة اللي كان في بناتهم أو بينك صراع رح يصير في حسد أو كذا فدير بالك منهم همشهم يعني ولكنهم موجودين شايفيت لك على فيه محكمة على نجاح فيه ممكن يكون طلاق حضانة أولاد ممكن يكون فيه محكمة معينة ممكن حتى زواج رح تكون على نجاح خلينا نحكي الأبراج بشكل عام فيه عندنا جوزاء سرطان تور فيه أبراج نارية كتير يعني فيه هوائية كتير عم بتكون وفيه ترابية شوي طيب شايفة فيه شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما يعني ممكن تكون عكسية ممكن تكون لا فديروا بالكم هذا الشخص فيه شخص غلط في حقكم سبب لكم يمكن هون صراع نفسي أو سبب لكم مثل أزمة نفسية أرق هذا الشخص رح يعرف غلطه رح يرجع وبإيده خلينا نقول الدواء أو بإيده الدواء للجراحة بعيتك رح يكون رافع يعني رأيت السلام ما بده مشاكل تعب من المشاكل هو أساسا حياته مليانة مشاكل يعني غيرك أنت فعم بشوفكم اجتماع عم تجتمعوا مع بعض عم بتتوجه هاي العلاقة شايف كمان ممكن هون تكون علاقة علاقة حب ضمن العمل ممكن تكون شايف فيه انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الأشخاص أو ممكن على صعيد العاطفة على انتصار على الشخص نفسهم بعد ما كان شايف حاله الشريك أو كذا شايفة الأمور راح تنعكس شايفة إنه فيه علاقة ثالثة منتهية أو راح تنتهي بالقريب العاجل هون مبين شايف فيه عندك شوية ممكن تكون مشكلة صحية ممكن حادث بسيط ممكن شغلات من هالنوع لكن ما بتأثر بشكل عام يعني هي شغلة خفيفة جدا أو ممكن عملية جراحية تكون ممكن يكون معنى الكرت إنه الشريك عم بيحاول يوازن بينك وبين حياته العملية من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف عم بيحاول يكون خلينا نقول يعني منصف أكتر ولكن هذا الشخص بدك تكون شوي حذر منه هذا الشخص شوي صعب باتخاذ القرارات هو شخص خلينا نقول مش ناضج تماما فنكون شوي بس هو بحبنا إحنا بنحبه لكن عم بيكون فيه شوية مش تلاعب ولكن هو شخصيته هيك ما عنده نطوج كفاية بشوفه هذا الشخص فنكون يعني منتبهين لهاي القضية نشوف كمان على العاطفة هون عم بشوفك فيه أشخاص عم يدعو لك في الليل يا برج الحوت عم بيحبوك من قلبهم يمكن يكونوا أم أو أخوات لأنهم إناس عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصلوا عم تتحقق لأ إليك فيه أشخاص بيحبوك يعني نيالك فيه عندك حب حقيقي اللي قلنا عليه ولكن زي ما قلت لك أنت فعلا رح تكون حريص من هذا الشخص شايك تغير عندك تغير جذري من ناحية الحب والعلاقة تغير فيه خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا إحنا بالحبيب وبالعلاقة فيه تجديد على هذا الصعيد شايفيته الحبيب من بعد ما كان كتير خلينا نقول معاهز إمام الأمور وهو متحكم بالأمور عم تنقلب الورقة عم تنقلب يعني الآية شايفو عم يتطلع لك حتى وهو معاك وحتى وهو بعيد شايفو أنه شايفك مثل الجوهرة مثل الشغلة اللي ما رح تتكرر لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الأخير العلاقة الثالثة مع الأعمال والأسحار لكن شايفة بعديها فيه انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك فيه انتصارات ولكن طعمها حلو يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب لا يعني انك سبت الحبيب والحبيب كسبك من بعد العلاقة السلاسية من بعد تدخل يمكن من العائلة هو مش شرط يكون خيانة أو كذا المهم انتوا رح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة يعني بثقة بالنفس رح تكون متبادلة ثقة من عنده ناحيتك وثقة من عندك ناحيته خلينا نشوف عقلة الباطن اكتر اشي هاي الفترة على شو عم بيركز شو عم بتهتم اكتر شي طلعت لك لحالها هون عم بشوف اللي هو تحسن مالي والتحسن المالي يعني بينعكس او هو اساسا نتيجة التطور بالعمل فشايفة ان التطور بالعمل في امنيات في العمل في ترقيات اكتر من ترقية في هاي الفترة مع الترقيات كمان في وفرة مالية فجدا انت رح تكون مركز على هذا الموضوع ورح تكون مسيطر عليه او حاصل عليه ان شاء الله قلال هاي الفترة شوف اذا في تحذيرات من الورق لبرج الحوت اه نفس الكرت لابل شوي اه هنا بيطنك بالعكس مش تحذير بيطنك انه معاك مفتاح قلب الحبيب معاك مفتاح اه كل شي بالفترة الجاي انت رح تكون مسيطر اه رح تكون مش عم تلعب بالحبيب لأ اه رح ترجع حقك من الحبيب اه كيف بيقولو وزيادة يعني اه رح تركز على انه ترجع حقك اه منه هو غلط لي انت معاك بواحد واثنين وثلاث رح تساوي هاي الامور ترجع كرامتك منه بعدين تبلش معا صفحة جديدة لانه مبين انه التنين انتو اه مالكين قلوب بعض انا هيك شايفة بالكرت اكتر شي نشوف كرامتك اه اه اذا في نصيحة معينة ميركلز بقولك فيه معجزات فيه مثل الحبيب الحبيب ممكن يقدم لك اه شي ممكن يقدم لك شي انت ما كنت تتوقعه ابدا ابدا من هذا الشخص كنت خلص فاقدة الامل في هذا الشخص او مش حاطط عليه كتير اه يعني اعتماد او كتير طموحاتك ما كنت حاططها كتير على الشريك عم بتشك فيه بنواياه ولكنه رح يقدم لك كتير امور مثل تطمينات مثل اه هو رح يكون صلاح الدين يمكن مثل اه بيقولوه له مصباح على الدين او شي اه رح يكون مثل هيك مبارف ان شاء الله يكون يا رب اه بس عم يعني بس حب كروت مصايح مو شرط كل الابراج نفس الكروت يعني عم بستعمل كروت مختلفة لابراج مختلفة هو اصلا وقع لحاله شايفي فصطان زفاف شايفي مثل زفاف او حفل زفاف او اعلان اعلان لموضوع عاطفي واكنه رح يعلن رح يعلن عنه في هاي الفترة فان شاء الله يا رب للناس اللي حابين يعني خلينا نشوف الكروت الرومانس مسلا او حلو طلعت لك اه متل اه بيقول لك اه بيقول لك انا عم بحمل لك رسالة من البيوت الحبيب القديم او الحبيب اللي موجود عم بيقول لك انه هو سعيد اه وبالسلام بيقول لك اه بيقول لك انه بيحبك بتير اي لوفيو فيري موش بليز تونت ووري اباوت مي اه هاد الكرت طلع اكتر من مرة فهاي رسالة من الحبيب ورسالة كتير حلوة فحباي بي بورج الحوت نشوف كمان الطاقة المسيطرة على العلاقة ممكن تكون نقلب اوكي اوه مي موريز اه العلاقة رح تكون اكتر شي عم بتركزوا على الزكريات عم بتحاولوا تعيشوا اه الزكريات من اول وجديد عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات او العلاقات اللي تقريبا صارت فاترة فعم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للذكريات الأديمة وترجعوا تعيشوها في نفس الأماكن بنفس الطريقة ما بعرف كيف بس هو هيك كان الكرت حباقي برج الحوت بشوفكم بالتوقع